نيسان زد كو بي 2023 حصان جامح جديد على مقربة من ساحات المنافسة مع بنت الجيران تويوتا سوبرا وهكذا تنضح الصورة بحقيقة أن زد كو بي من نيسان قد تكون صورة من زد بروتو اللي أطلت علينا العام الماضي ولكن قد تسأل البعض عن المساحيق الجديدة اللي تميز نيسان زد كو بي المرتقبة والوابع حتى الآن أن الجناح الخلف البارز اللي يميز الكو بي يحمل في طياته مشاعر عدوانية ورغبة في التحدي تظهرها هذه الشرسة اللي تزأر بمنازلة كثيرين تضاريس زد كو بي يبرز بواجهتها غطاء المحركة الطويل اللي يوحي بالطابع الهجومي للسيارة اللي احتفظت حتى الآن بشبك شقيقتها زد بروتو المربع المثير للجدر والاستغراب أحيانا المصابح الأمامية بحواف مثيرة وشريط الأضواء النهارية اللي يعلن صراحة عن الحضورة الطاغية لهذه النمرة اللي برزت أنيابها من قبل أن ترى النور بشكل فعلي تبدو ألوان نيسان زد كو بي 2023 صارمة في حدودها فالداخل اللون أحادي وبالخارج الطلاء ثلاء الألوان إنها إذن الرغبة الجامحة من نيسان في منح زد كو بي شخصية مستقلة بجمالها وفتنتها وهنا بنلاحظ انسجام التصميم الداخلي لسيارة نيسان زد مع المظهر الخارجي بحيث يأتي موحيا بالقوة ومدعوما في قمرة القيادة بشاشة مقاس 12.3 بوصة مع ثلاثة مقاييس تناظرية موجودة فوق شاشة المعلومات والترفيه والمزيد من التدليل منحت نيسان سائق نيسان زد كو بي الاختيار بين ثلاثة بيئات لونية يطلق عليها اسم الغرافايت والأحمر والأزرق تقول الأمثال بأنه النار تحت الرماد وترد نيسان بأن النار تحت النار تتجلى في محرك زد كو بي ال V6 سعة 3 لتر والملحق به شاحن توربيني مزدوج عشان يضخ قوة 400 حصان و 475 نيوتر متر من عزم الدوران وبتراغم لافت يكمل معزوفة القوة الصادرة من محرك نيسان زد كو بي يأتي ناقل حركة يدوي ينقل القوة للعجلات الخلفية والعشاق النواقل الأوتوماتيكية رح تتوفر زد كو بي بناقل حركة 9 سرعات آلي بيوفر تحكم محسن في التسارع مع توجيه ذكي للوضع الرياضي وتحسين الصوت النشط أيضا تتميز نيسان زد كو بي 2023 بملاقة من الألمونيوم بأربع مكابس في المقدمة وفرجار ثناء المكابس في الخلف ولكي تحقق زد كو بي أفضل انطلاقاتها فقد جهزتها نيسان بعجلات مقاس 19 بوصة مع إطارات 255-40 أمامية و275-35 خلفية أما الطراز زد بيرفورمانس فقد تم تجهيزه بترس تفاضلي محدود الانزلاق من نوع القابض الميكانيكي ولأن عين الزد على مواطنتها السوبرة رأس حربة تويوتا بالسحات الملتهبة فقد حقنتها نيسان بمصات صدمات أحادية الأنبوب أمامية وخلفية بقطر أكبر من زد 370 المنتهية ولايتها وتأدي هذه المصات الجديدة إلى انخفاض بنسبة 20% في قوة التخميد للمساعدة في تقليل تأثير الصدمات على الأسطح غير المستوية كما يتميز نظام التعليق المصنوع من الألمونيوم مزدوجة ترقوة بهندسة جديدة بتعزيز صلابة الهيكل ونظام التوجيه إلكتروني برفع قدرات الكوبي عند المناطفات بنسبة 13% هيروشي تامورا كبير خبراء المنتجات في زد الجديدة يتحدث عن الهدف الحقيقي من إصدار زد كوبي 2023 قائلا ببساطة هدفنا أن نجعلها أفضل زد حتى الآن وبالرغم أن نيسان لم تحدد مهرا لهذه الفاتنة المرتقبة زد كوبي 2023 فالمتوقع أن يبدأ السعر من 40 ألف دولار والحالمين بالفوز بمغامرات مع نيسان زد كوبي عليهم الانتظار حتى ربيع 2022 وعندها يفوز من يملك جسارة الاختيار ومهر الجسارة أعزائي المتابعين إيش رايكم بالتصميم الجديد لسيارة نيسان زد كوبي وإيش المزايا اللي عجبتكم فيها شاركونا أراكم في خانة التعليقات ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد في عالم السيارات